طب انا حاسة ان ايه برضو بتبلغ في حاجة انا شايفة الموتها عندها علاقات اجتماعية كتير ومفيش حد علق غيرها يبقى في حاجة وانا مفيش حاجة وبردو ما جابتش سيرة الاخوات التانين والاب وان هما ما بيعملوش حاجة ما بيعملوش حاجة قالت ان هما سلبيين اه انا بقى سلبيين دي اللي هي ايه انا مثلا ساي عشان كده بقولك برضو العملية فيها برضو مش راجبة صافي حاجة عشان كده بقولك هي شايلة قوي وموجوعة قوي وبتفضى قوي بزياده فلرأيها Via تحيز شوي لان سلبيين يعني ايه سلبيين يعني انت كنت عايزة ماهو انا من وجهة نظر احد مثلا ان انا عشان تاخد لي حق ايه روح ادرپ اى حط اصباحاففي عينه فلو انت ما فاأطيش ثباعتفي عينه إبقى انت concerned ما جفت ليش حقق يبقى أنت سلبية بقى. صح؟ هي أوفر؟ يعني بتأفور في الحاجة أو بتقول الحاجة بالزيادة أو؟ هي مقفورة في الحالات كلها هي عندها المشاعر شوية أكتف في الزيادة عن النزوم. أنا بحبك قوي. أنا بكرهك قوي. أنا بكرهك قوي. أنا بحبك قوي. أنا بكرهك قوي. أنا عايزة أرجع البيت تاني. أنا عايزة أهلي حوالي. أصلا أنا حسيت بالأمومة بعد ما جبت بقى. طيب يسدت الكل. معقولة بعد اللي حصل ده كله القصة دي كلها أجي أسأل. هي أنا عايزة أرجع في حضن أمي لأن أنا عرفت إمت الأم. وهم طلبين مني أسيب جوزي وابني وأروح لهم. وده يبقى بالنسبالك يعني ياخد منك ثاني التفكير؟ لا طبعا يا زالي. تعمل إيه؟ بصي. الست ليها مراحل في حياتها. تمام؟ الست مسؤوليتها أمام الله. إيه؟ تربيت العيل زوجة وأم صالحة. لسه. فأنت مسؤوليتك أمام الله أنك تبقي زوجة صالحة أنك بقيت زوجة. زوجة صالحة وليك مسؤولياتك نحو ابنك. وعقوق الولدين. كون أن أنا أفكر معه ومش عقوقك الثانية. كون أن أنا أفكر أن أنا أسيب جوزي وابني أرميهم وأروح. ده نفسه يخلف شرع ربنا. صح؟ بالنسبة عقوق الولدين ده في الباست ما حصل. ما حصل. طب مش عايزة أبقى عاقة تاني؟ وساعات هيبقى الغلط بغلط أكبر؟ ما هو غلط تتركب على غلط. صح؟ وبعدين. اللي يحل المشكل ده كله أن ربنا ينزل من عنده هداية في قلب الأم. ليه؟ يا ست الكل يعني يا ست الستات. كل ما الست بتكبر بتحتاج ولادها أكتر. وكل ما الست بتكبر ما بيشلهاش غير بنتها. طبعا. مش مرات ابنها. اللي بيشيل الأم وبيشيل الأب البنت. وبنتك بقت زوجة. وانتي بقيت جدة. فالوضع تغير ده أنت اللي المفروض الأم الثوية تشجع بنتها وتحفظ لها على بيتها حتى لو معترضة على الجوز. لأنه خلاص حصل. إزاي في يومات الباب يقوينيه ما تشوفش حفيده كده؟ لا هو العند وحش. العند وحش قوي يا سالي. والعند بيخليك تبصي تحت رجلك. ما بتشوفيش هناك. بس هناك ده جاي. ولما حييجي وانتي قعدة غض بصرك عنه الفترة. بيجي يعني يخبطك الخبطة بتبقى بالدم. ودينا بنقول لهو قبل ما يجي يخبط بالدم. ما بيشيلش الأم والأب غير بنتهم. انتي محتاجة بنتك. ما بيقولك لو ابنه بيشيل اسمه بنته بتشيله كله. بس هناك. بس هناك. بس هناك. بس هناك. طب الأب ازاي سلبي كده؟ ما هو أنا هتتسهل فيدي. ايه لا حاس ايه. حاسة لا مش حقيقي. بس يا سالي عايزة لحقيقة الأمر. ما فيش راجل بيسيب مراته تعمل أي حاجة. وتعمل كل حاجة غير عشان يريح دماغه صح؟ اه طب. وعشان يحافظ على بيته. وكبر دماغه عشان ايه عفوت. عشان عالجي عشان يلا تمشي. ما هي مش مسك علي زلة. لا عشان عايزة عايش بقى في سلام وامان بقى حلي عنها. فهو أنا مش هقول ان هو بيكبر دماغ له ان شخصية ضعيفة. ممكن يكون عشان يمشي دين. بس في رجالة شخصيته ضعيفة فعلا. وفي رجالة بيبقى حابب كده. عشان المسؤولية برضه ما هي شايلة بقى. انا ضعيف ملكيش داعي. انا ضعيف بقى ملكيش داعي. والحطة دي بقى مريحاني. لا التقوي وتعالى شيل معي. وكل الأولاد واخدين صفه. لكن مفيش غير ولد واحد هو مع ماما. اعمل يا ابني هات يا ماما. ابن ماما دا. فابن ماما مش هو العيلة. مش هو اللي هيماشي العيلة. هو الوات زكي برضه وقال لك فين موطن القوة وقعد لبت فيه. اه طبع. بس انا ما اقدرش اقول كده. انا دور الاب بقى لو عايزة تقولي دور الاب. الادوية على الودان امر من الايه. من السحر. فانت دورك حتى لو مش هتاخد موقف جاد وحازم. وتخضع زوجتك انها تقبل بالراجل ده. يبقى الدوية على الودان. كان عمل ايه بعد يقول له خلاص يا ست. يقول لها خلاص يا ست. والله الولد وحشني. انا نفسي اشوف حبيبي دي قبل ما يحصل لي حاجة. ما نتصلح مع جراج حاجة. طب معقولة طب والبنت دي احنا محتاجة. وبعدين انت عارفة دلوقتي. هنفتح لها البيت. هتبقى ده. الراجل شاف شايل بنتنا ازاي رغم اللي احنا عاملينه. يبقى دواد اصيل. اشتركوا في القناة.